على المدربين اللي بينتاموا لدول شمال أفريقيا مصر، مزاير، المغرب، تونس وليبيا اللي بيعملوا خارج الحدود تعالوا تشوف الأرقام كده واسمع تعليقك على خصوصا طبعا المدربين المصريين دول اللي هم هنا عدد المدربين التوانسة اللي بيعملوا خارج تونس تسعة وتلاتين مدرب عدد المدربين المغربة اللي بيعملوا خارج المغرب اتنين وتلاتين مدرب عدد المدربين الجزائرين اللي بيعملوا خارج الجزائر عشر مدربين عدد المدربين المصريين اللي بيعملوا خارج مصر سبعة وليبيا ليها اتنين مدربين خارج حدودها إزاي تشوف الأرقام دي وإزاي هل تشوف أنه الرقم ده بالنسبة للمدربين مصريين رقم طبيعي ولا فيه تراجع كبير جدا على مستوى مكانة وتواجد ومساحة المدرب المصري خارج مصر لا طبعا رقم سلبي وفيه تراجع بشكل كبير جدا نحن جلنا مواسم في سنين الحقيقة كان عدد المدربين المصريين كان كتير جدا في الخليق المدربين اللي بيشتغلوا برا مصر كانوا أكثر من المدربين اللي بيشتغلوا جوه مصر بالضبط لكن طبعا العدد ده لما تتكلم في سبع مدربين أعتقد عدد قليل جدا 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 يمكن هي فيها حتى إذا كان تونس مثلا أكثر أكثر بلد بتصدر مدربين الحقيقة أو المغرب بعدها 32 هم بيعرفوا الحقيقة يتعاملوا مع الخليج بشكل كواسي قوي وفي نفس الوقت أعتقد قرائبين كمان يعني هم قرائبين منهم اللي بيروح هناك كمان مدربين الحياة التوانسة أو مدربين المغربة لا بيثبت وجودهم يعني فيهم مدربين راحوا الحقيقة يثبت وجودهم بشكل بري جدا عشان كده العدد بيزيد أنت لما بتروح مثلا مدرب مصري يثبت وجوده أعتقد العدد بيزيد في البلد دي صحيح سؤالي الأخير ماتشو حرس الحدود إيه اللي تستنى من مستر مارسل كولر يستمر فيه تجربه والعودة للعبين الأساسيين وشايف زي المكاسب اللي ممكن حقاها ممبرات حرس بشكل خاص والثلاثة المفضلين في الدولة بشكل عام يعني ممبرات حرس الحدود هو طبعا مباراة حتفالية لأن احنا هنستلم الدرق إن شاء الله بإذن الله في اليوم دوت إن شاء الله بإذن الله فبالتالي مستر كولر الحقيقة مش هيجازي في إنه هو يعني لا هو الاختفال بالبطولة يحصل مطبس نوع بالزبط لا وبالذات كمان يعني أنا لازم أجيد بمحمد مكي مدرب الحرس الجديدي الحقيقة لأن من أول ما مسك عمل نتائج جبية بشكل كويس قوي 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 فرق معهم قندوسي علامة استفهام بالنسبة لك قندوسي علامة استفهام خد فرص كتير جدا ولكن أنا لغاية دلوقتي لسه مش شايفه تستنى منه إيه في التلات مطاشرات اللي جايين؟ يقول إن أنا موجود يقول إن أنا إضافة لأن أنا زي ما بقولك أنا لغاية دلوقتي مش شايف في القندوسي نتمنى توفيل فرقتنا إن شاء الله في المباراة الأخيرة من عمر البطولة واستعدادنا الموسم جاي هيكون صعب بشكل كبير على الكرة المصرية أكيد طبعا بشكل عام تصفيات كاس عالم بطولة قم أفريقيا وعلى أهلي بشكل خاص الارتباطات الدولية والقرية هتكون هي الأولى من حيث العدد والنوع في الموسم اللي جاي واللي بالتأكيد إن شاء الله نراهن عليه في مركاته مركاته استثنائية كابتا رمضان طبعا أكيد إن شاء الله نحن في كل البطولات إن شاء الله بإذن الله اللي هنشارك فيها في الموسم اللي جاي إن شاء الله طبعا بتاعتنا من الآخر أمور الأهلي مستني مركاته يخص بطولة كاس العالم بلزبت لأن إحنا شايفين الأهلي بمستوىه وبعناصره اللي موجودة تحت قائدات كولر قادر يكرر الإنجاز اللي حقاوه السندي ويفوز بكل الألقاب يبقى التحدي الحقيقي هو بطولة كاس العالم اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله هنعمل فيها إنجاز كبير جيدا جدا ونصل للنهاية إن شاء الله